ألفان ومائة وفاة سنوياً في تونس جراء تلوث الهواء هذا ما كشف عنه تقرير مشترك أعدة منظمة السلام الأخضر جريم بيس بالتعاون مع جريم بيس إفريقيا وتبين فيه أن أغلب الوفايات المبكرة المسجلة سنوياً في القارة الإفريقية تجيء نتيجة للتعارض لتلوث الهواء وكشف التقرير أن قطاع الطاقة يساهم بشكل رئيسي في تلوث الهواء بفعل الانبعاثات الناجمة عن النشاط الصناعي التقرير أشار أيضاً إلى أن المغرب يعد من الدول الأعلى من حيث الوفايات التي يتسبب فيها تلوث الهواء بواقع أكثر من خمسة ألاف حالة وفاة في عام 2018 فيما تم تسجيل ثلاثة ألاف حالة وفاة في الجزائر وبحسب التقرير فإن قطاع الطاقة في شمال إفريقيا ساهم بشكل كبير في استفحال الأزمة وخصوصاً صناعة النفط والغاز التي تتسبب في انبعاث الكثير من الغازات السامة في الهواء وأثبتت صور الأقمار الصناعية ارتفاع تلوث الهواء بثاني أكسيد الكبريت في مناطق متفرقة في مصر وليبيا وتونس والمغرب ووفقاً للتقرير فإن عدد الوفيات التي تم رصدها سنوياً على مستوى العالم نتيجة تلوث الهواء جراء حرق الوقود الأحفوري بلغ خمسة ملايين وأربعمائة ألف حالة ولأجل التصدي لتلك الأزمة تضمن التقرير اقتراحات لمعالجة الأزمة مركزاً بالأساس على الحاجة إلى وضع معايير قانونية لضمان نقاء الهواء وكذلك طالب بفرض الضوابط للحد من حرق النفايات ولفت التقرير إلى أهمية الاستثمار في تكنولوجيا الطاقة النظيفة وأوسط تقرير بأهمية فرض الرقابة على انبعاث الملوثات الجوية من المنشآت الصناعية وننقش هذا الملف مشاهدين معنا من تونس الخبير في البيئة والمناخ سيد حمدي حشاد سيد حمدي مرحباً بك معنا في هذه الساعة هل التقرير بالفعل واقعية أم أنها تأتي للتحذير المستقبلي في بذل أهمر شكراً على الاستثاثة حقيقة تبات التقرير الذي نشره منه منذ قليل وهناك العديد من الأرقام حقيقة العديد من المصادر ممكن تقريب الأرقام التي سغطتها أو قدمتها منظمة السلام الأخضر بعيدة نوعاً ما على الأرقام الوطنية وحتى الأرقام المنظمات الصحة الدولية حيث تشير تقارير منظمة الصحة الدولية على الأقل أن الأرقام ممكن أن تصل إلى حتى 6 ألف حالة وفاة في تونس سنوياً نوعاً ما على الأرض الواقع وعلى ما ممكن أن تكون تأثيرات تلوث الهواء على جل المجتمعات شمال إفريقيا يعني تقرير تقرير الجريم بيس متفائل أكثر من الواقع؟ نعم هو متفائل تقريب أن أخذ عناصر أخرى في الدراسة لم تأخذها بعين الاعتبار الدراسات الأخرى ممكن أن هذه الدراسة كانت أقل شمالية من التقارير التي نشرت في السابق يعني الأرقام ممكن أن تتجاوز ذلك بكثير على الأقل تقريب هناك ما يصرح عنه من قبل وزارات الصحة أو من قبل المستشفيات المختصة في الأمراض التنفسية تقريب تختلف من دولة إلى أخرى وطريقة الإبلاغ على حالات الوفاة أو الأمراض التنفسية أو الأشخاص الذين تقريباً نصبت إليهم أمراض ناتجة على التلوث تقريب تختلف من دولة إلى أخرى وبالتالي تختلف المصادر وتختلف الأرقام يعني هي ككل دارنا نتحدث عن ظاهرة ككل هي غير مستغربة بالمرة يعني تقريب نحن في دول تسعى في سباق مع الزمن لتوفير حاجيات الأساسية من الطاقة لقطاعاتها الاقتصادية لكن جزء من توفير تلك الحاجيات الطاقية يعني يمر عبر قنوات ملوثة يعني اعتماداً على طاقات أحفورية حرق الغاز أو حرق البترول بالأساس لتوليد الطاقة يعني أكثر دول شمال إفريقيا لا تعتمد بنسبة كبيرة على توليد الطاقة من طاقات مصادر متجددة أو مصادر نظيفة بالتالي يقع الاعتماد أو الثقل أكبر على الطاقات المحفورية مثل تقريباً ليبيا حكراً تقريباً نسبة استخراج الطاقة توليد الطاقة وتوليد الكهرباء من الطاقات المتجددة يكون منعدم أو قريب للصفر يعني الجزائر ما زالت تتلمس طريق من خلال سياسات جديدة أو حديثة نسبياً مقارنة بالدول الأخرى في تونس النسبة لا تتجاوز 5% في المغرب ممكن تتجاوز أكثر بقليل 20% الأكثر تقدواً لكنها تبقى بعيدة كل البعد يعني بالتالي توليد الطاقة عنده تكلفة بشرية تكلفة صحية كذلك وهو تتمثل في هذا الحصيل نوع المرتفع من ضحايا أو قد نقول ضحايا أو الأشخاص الذين يتوفون نتيجة لأمارات التنفسية على صعيد العالم الأرقام متبينة يعني لسنا بعيدين ونعتبر الأقل مقارنة بدول أوروبية أخرى ممكن حتى تعتمد سياسات خضراء نظراً لمحدودية الحجم الاقتصادي لتلك الدول بالتالي ممكن هذه الأرقام تكون متفائلة أو حتى في المستويات العادية مقارنة بدول أوروبية أخرى قطعت أشواق متقدمة في توليد الطاقة من مصادر جديدة سيد حمدي بالحديث عن الطاقة النظيفة والمصادر النظيفة لهذه الطاقة كيف تقيم الجهود التي قامت بها وزارة الطاقة الحكومة في تونس فيما يتعلق بتأسيس أرضية صلبة لمستقبل الطاقة النظيفة في البلاد في تونس حقيقة أنه الخطط والقوانين موجودة وتقريباً تونس كانت سباقة في هذا الموضوع لكن نقل تلك الخطط على أرض الواقع هنا تشخيص يكون الخلل يكون في هذا المستوى على الأقل تقريباً تونس الآن نسبة الكاربال مولدة من الطاقة النظيفة في حدود 5% يعني كانت هناك خطة طموحة منذ سنوات أن تصل تونس لنسبة 30% حلول سنة 2030 لكن ما زلنا بوعد كل البعد على تحقيق تلك الأرقام يعني تقريباً لو شخصنا أسباب هذا التعطيلات أو التأخر النوعي مقارنة بدول الجوار يعني هي التعطيلات إدارية بالأساس يعني هناك العديد من الحواجز هناك العديد من العراقيل على مستوى التشيعات والمستوى الوزارات لتطبيق بعض الاستثمارات التي ممكن أن تحفز إنتاج الطاقات المتجددة من مصادر نظيفة بالتالي أمام وضع جيو بوليتيكي متغير على مستوى العالم أمام أزمات الطاقة أمام ارتفاع سعار النفط أمام مجموعة التحديات تقريباً حكومة تونسية باتت مجبرة على تسريع خطتها وسياساتها للتواجه نحو الطاقات المتجددة لتخفيض التكلفة من جهة وكذلك لتقديم أرقام تعتبر نوعاً ما حتى في نوعية الهواء ونوعية الصحة العامة تكون نوعاً ما مقبولة على الصعيد العالم طيب سيد حمدي وأنت مهتم في مجال البيئة والمناخ ألا ترى أن الحكومات تركز بشكل أكبر على الاقتصاد ولا تولي اهتماماً كبيراً للبيئة بمعنى حتى في اشتراطات افتتاح المصانع تكون الاشتراطات إلى حد ما تركز على الاقتصاد أكثر من البيئة إلى أي مدى هذا الكلام دقيق وكيف تنظر لهذا الملف بنظرة شاملة هذا هو السؤال الأخير بإمكانك تفصيل ذلك تقريباً سيدي للأسف هناك تحديات الاقتصادية التحديات الاجتماعية يعني البطالة والمطالبة بتحقيق أرقام اقتصادية مشرفة هذا تقريب بات هاجز صنع القرار في تونس أو حتى في دول الجوار بالتالي بات التركيز على جانب الاقتصادي وتحقيق إنجازات وتحقيق بعض معايير النجاح من خلال توجه القطاع الاقتصادي على حساب القطاع على حساب البيئة وعلى حساب صحة الناس ككل لكن هناك الآن على أقل الوضع بتناول ما يتغير نظراً لأن هناك بعض الضغوطات من الأطراف المانحة التي تمول بعض المشاريع الصناعية أو التي تمول بعض الخطط السياسية التي تتواجه نوعها اقتصاد أكثر اخذرالاً بالتالي باتت هناك مطالب باعتماد المعايير الصحية والمعايير البيئية على رأس أولوية بالنسبة لتلك الخطط بالتالي باتت تلك الحكومات ممكن في السابق نعم بالفعل هناك تقريب تبجيل للقطاع الصناعي وتبجيل للقطاع الاستثمارات على حساب كل شيء لكن الآن باتت الأمر يتغير تقريباً في تونس باتت هناك مجتمع مدني يعتبر شرس جداً في الدفاع القضايا البيئية وباتت عنده أدوات للتأثير على السياسات العامة وبالتالي باتت الآن هناك بروز أو هناك على قبل مفاهيم جديدة باتت تبرز في الخطوط العارضة للسياسة التونسية للتواجه نحو اقتصاد ممكن يكون أكثر اخذرالاً ويخضع إلى معايير بيئية وتحترم حق الأجيال القادمة في محيط والصحة تكون آمنة للجميع نعم شكراً جزيلاً سيد حمدي حشاد الخبير في البيئة والمناخ كنت معنا من تونس شكراً جزيلاً لك على قبول هذه الدعوة